الحياة سمعت الحديث في أحد البرامج لأستاذ كبير جدا عندنا وهذا الرجل له احترامه وتبجيله وكرمته وحاجة عظيمة جدا وهو الأستاذ العظيم المحترم الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم هو الحياة بالنسبة أنه والد وأستاذ وعالم كبير وفضلا عن أنه عضو مجمع البحث الإسلامية وواواواواوا إنما المهم فطبعا جابوا المزيع وبيتكلم معاه ويقول رأيه وبيشرح رأيه في البخاري راح مطلع له ونطط له الفقاعة اللي اسمها الشيخ ميزو ده الفقاعة الغريبة عارف اللي بيطلع في البوبتشو ده يقولك الفقاعة الغريبة راح طالع وقال أنا بقى مستعني أناظرك أناظر الدكتور أحمد عمر هاشم والمزيع قال له طب إحنا يا دكتور أحمد عمر هاشم عندناش نعقد بينك وبين بوزه ده ولا معرفش إيه مناظرة علشان حضرتك تتكلم معاه وخلافه فالمهم أنا يعني لقيت الدكتور أحمد عمر هاشم سكت وأنا بقى بصراحة بصراحة خايف للدكتور أحمد عمر هاشم يوافق فمن على الهواء مباشرة بناشده بقوله اوعى تقع في الفخ الإعلامي ده يا دكتور أحمد عمر هاشم يا جماعة ما تعملوش مناظرات بقول كل مشايخ أنت علماء ومشايخ إنما المناظرات مش هتفيد على الهواء والمناظرات النهاردة على الهواء غير متقيدة بقيود يعني إيه غير متقيدة بقيود يعني ممكن تبقى أنت قاعد قدام واحد بنظرك ويجتمك بابوك أو يجتمك بمك أو يسبي لك الدين بمنتغل بساطة عشان بس أنا أكون واضحين الكلام ده أنتوا شفتوه أنا مش بهجس يعني لا الكلام ده إحنا شفناه فحتعرف تنظر إزاي عارف يسخانك وروح شتمك وفاكر إنت بوزه دوت اللي وقف ويقولك إيه البخاري ده مسخرة حد خد حق البخاري طبعا إحنا اللي بندعو إلى تكفير تكفير إيه ده كلهم أهل جنة إن شاء الله أهل جنة عشان بس نفوت الفرصة كالعادة ولا ندعو إلى قتل وإلى سحل ولا إلى ضرب ولا إلى زبح لا 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 خارس خارس مطلق مطلق بس إحنا بنقول إن البلد دلوقتي في حالة حرب على آآ تجار الدين في حالة حرب على آآ تجار الدين فمن فضلكم ما تحاولوش إنه كنتوا تأجيجوا الفتن بتفتيت للصف الداخلي آآ نحو أمور مش هتجيب نتيجة ومش هتعرف الدكتور رحمد عمر راشد معي كامل احترام لعلمك إنك تتكلم جاهل وفضلا عن إنه مدعي فحضرتك هتعمل إيه فعشان كده سيدنا علي بن أبي طالب بيقولها بشكل بسيط جدا بيقول إيه بقى سيدنا علي بيقول لو جادلني أربعون عالما لغلبتهم تاني لو جادلني أربعون عالما لغلبتهم ولو جادلني جاهل واحد لغلبني لأنه ما فيش قواعد للحوار ولا قواعد للمنطق ولا قواعد مش كده ولا إيه نخوضر